السلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة اخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنتطرق رحصة التطبيقات الكتابية المدرجة دمن الاسبوع الثالث من الوحدة الثالثة بجر الهوايات المرجع المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع اذا نبدأ على بركة الله انجزو على دفتري انجزو على دفتري ارسم الهمزة الناقصة في الكلمات الاتية رسما صحيحا اذا نعلل ثم نرسم الهمزة رسما صحيحا اذا شؤون ستكتب الهمزة المتوسطة على الواو لماذا لانها مضمومة وقبلها ضم الحرف الذي قبلها ايضا مضموم شؤون سؤال اذا ستكتب الهمزة المتوسطة ايضا على الواو لماذا؟ لانها مفتوحة وقبلها ضم مرؤوس ستكتب الهمزة المتوسطة على الواو لانها مرؤوس لانها مضمومة وقبلها ساكن ضمت اقوى من السكون رؤية رؤية تكتب الهمزة متوسطة على الواو لانها ساكنة وقبلها مضموم اكيد ان الضم اقوى من السكون اذا سؤال املأ فرغات النص بهمزة مناسبة كذلك سنكتب الهمزة المناسبة مع التعليل اعلن المسؤول اذا ستكتب الهمزة على الواو لانها مضمومة وقبلها ساكن اعلن المسؤول في المدرسة عن موعد الرحلة تكتب الهمزة حدد لكل ما سيؤديه اذا ايضا الهمزة متوسطة على الواو لانها مفتوحة وقبلها ضم كلفة رؤوفا اذا همزة متوسطة على الواو انها مضمومة قبلها فتحة بالمؤاني بالمؤاني ايضا على الواو لانها مفتوحة وقبلها ضم وفؤادا أيضا على الواو مفتوحة وقبلها ضمة بتحضير الطعام وخديجة بنصب الخيمة قبالة منظر طبيعي خلاب إذا سأعيد القراءة أعلن المسؤول في المدرسة عن موعد الرحلة حدد لكل ما سيؤديه كلف رؤوفا بالمؤني وفؤادا بتحضير الطعام وخديجة بنصب الخيمة قبالة منظر طبيعي خلاب السؤال الثالث أضع خطا تحت الضمير المنفصل وخطين تحت الضمير المتصل الضمير المنفصل نقرأ أنتم لعبتم مباراة ممتعة إذا لاحظوا معي الضمير المنفصل أنتم وضمير المنفصل لعبتم عندي في اللعبة وعندي التاء الثالث أضمير المنفصل إذا خطين تحت الضمير المنفصل وخط تحت الضمير المنفصل عندما ضمير المنفصل موسوعتك موسوعتك مفوضة جدا إذا موسوعتك الكاف ضمير متصل هنا كاف المخاطب إذا خطين راقتني راقتني رسوماتك رسومات الفنان إذا النون الياء هنا الياء المتكلم ضمير متصل إذا ياء المتكلم ضمير متصل السؤال الرابع أقرأ ثم أكمل بضمير مناسب أيها التلميذات أيها التلميذات عليك بالاجتهاد إذن عليكنا 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 بالاجتهاد والعمل الدؤوب ليكون عرضكن في المستوى المطلوب وأنتم أيها التلاميذ أوصيكم أوصيكم بالتركيز في المباراة لتنال نساوشو الجماعة لقب الدوري إذن أيها التلميذات عليكنا بالاجتهاد والعمل الدؤوب ليكون عرضكن في المستوى المطلوب وأنتم أيها التلاميذ أوصيكم بالتركيز في المباراة لتنال لقب الدوري سؤال رقم خمسة أقرأ الجملة الفعلية وأصلها بنوع المفعول به إذن يجمع وائل أوراق الأشجار إذن عندي هنا يجمع فعل مضارع وائل فاعل أوراق مفعول به إذن عندي هنا المفعول به اسم ضاهر المفعول به اسم ضاهر يجففها ويوسقها على دفتار إذن عندي هنا لها عندي جدي المفعول به لها هنا ضمير متصل في محل نصب مفعول به ولها ضمير متصل في محل نصب مفعول به إذن هنا المفعول به ضمير المفعول به ضمير متصل يكتب اسمها على الصفحة يكتب اسمها على الصفحة المقابلة إذن اسم هي المفعل بي وليس لها إحنا قلنا بأن المفعل بيأتي ضمير متصل ملتصق بالفعل وليس بالإسم ضمير متصل ملتصق بالفعل ملتصق بالفعل وليس بالإسم هنا أنا شرحتها في الحصة اللي فاتت باش ما تلفوش ما تقولوش هنا هادلها هي المفعل بي لا هنا اسمها هي المفعل بي إذن هنا المفعل بي اسم ضاهر اسم ضاهر أتمنى أنه يكون واضح أنشئ ثلاث جمل فعلية وفق ما هو محدد في الجدول إذن المفعل بي اسم ضاهر مفعل بي اسم ضاهر مثلا يهوى عادل الألعاب الإلكترونية بالنسبة للمفعول بي اسم ضاهر يهوى عادل الألعاب الإلكترونية بالنسبة للمفعول المفعول به ضمير متصل نستطع أن نقول راوغه راوغه ببراعة ببراعة راوغه ببراعة لها ضمير متصل في محل نصب مفعول به مفعول بي اسم ضاهر يهوى عادل من الألعاب الإلكترونية مفعول به ضمير متصل راوغه ببراعة الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية الفيديو اليوم اضرب لكم موعدات في فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضع ودائع مع السلامة